الله أكبر هذا ما يدفع بالكثير من العائلة إلى النزوح عن سوريا يبدو أن القوات الحكومية لا تزال تقصف بعض مناطق حمص مع أنه لا يمكن التثبت من تاريخ تصوير هذه المشاهد أكثر من 1500 شخص فروا إلى لبنان فقط خلال الأيام القليلة الماضية وفقا للأمم المتحدة سفير بريطانيا لدى سوريا تم سحبه الأسبوع الماضي اتقيت بأشخاص عذبوا وهذا يجري بشكل منهجي ومعلوم للجميع أنت سفير وديبلوماسي ولكن لابد أن هذا يدفعك إلى الغضب نعم أيديهم ملوثة بكثير من الدماء إنهم ملتزمون بالمضي في هذا الطريق مهما كانت النتائج ربما لم يبلغوا بعد النهاية لكن لا يمكن أن يتراجعوا بسبب كمية الغضب والاعتراض إلى متى يمكن للأسد أن يصمد في سدة الحكم؟ لا أعرف الناس تدرك أن النظام آيل للسقوط قد يحصل هذا بسرعة ولكن أعتقد بأنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن نصل إلى خط النهاية هل تعتقد بأن الرئيس السوري قد يسقط قبل نهاية العام؟ أعتقد بأن هذا محتمل الأكيد أن الرئيس الأسد لن يسقط من خلال تدخل عسكري أمريكي فالرئيس باراك أوباما أسقط هذه الفرضية في نهاية المطاف سيسقط هذا الطاغية كما سقط طغاط من قبل لكن أحب أن أؤكد أن الحرب ليست نزهة أو لعبة ولا أتفق مطلقا مع من يفكرون في إرسال جنودنا إلى مناطق الصراع كحل بسيط وسهل الحل العسكري أثبت فشله في الماضي وعندما نأخذ قرارا يجب أن يراعي معه المصالح الأمريكية الواقع اليوم هو أن أجزاء من حمص وأجزاء من سوريا أبرغت بفعل القوة الساحقة التي يلجأ إليها النظام لكي يستمر في الحكم ترجمة نانسي قنقر